مرحبا بكم قناة الضفرة وقدم لكم لشرة الأخبار بعث صاحب السمو الشيخ لفا بن زايدا لنهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا وذلك بمناسبة ذكر استقنال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايدا لنهيان وليوعد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة المماثلتين إلى فخامة رئيس جمهورية كينيا ووصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدا لنهيان وليوعد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى بكين اليوم في زيارة رسمية تلبية لدعوة فخامة شي جينج بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وتستغرق ثلاثة أيام يعقد خلالها سموه سلسلة من اللقاءات لتعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك يرافق سموه في زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية وفدن رفيع المستوى يضم معا للدكتور أمل عبدالله الكبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق اسمو شيخ سيف بن زايدالنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واسمو شيخ حامد بن زايدالنهيان رئيس ديوان ولي عهدى بوظبي وعددا من الشيخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وعرب سموه في تصريح له بمناسبة وصوله بكين عن سعادته بالزيارة جمهورية الصين الشعبية والتباحث مع الأصدقاء الصينيين لتوطيد العلاقات الثنائية التي تقوم على أسس قوية من الصداقة والتفاهم والاحترام والمصالح المشتركة منذ عهد المغفور له بإذن الله شيخ زايد بن سلطان آلنهيان طيب الله ثرى كما وقام سموه في مستهل زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية بزيارة سور الصين العظيم أحد المعالم الرئيسة في التاريخ الإنساني وتجول سموه خلال زيارته التي استحب فيها الوفد الرسمي المرافق في أجزاء من السور الذي بني على مراحل عمرها 2700 عام ويمتد عشرات الألاف من الكيلومترات وتوقف سموه أما معدد من الأبراج والقلع واستمع من المسؤولين الصينيون إلى شرح تعريفي حول السور وتاريخ بنائه وأهم المعالم الأثرية التي يتضمنها السور من قلع وأبراج مراقبة مشيرين إلى أن بناء سور الصين العظيم تم في تضاريس مختلفة وهو يمر عبر الجبال والصحراء ويقطع الأنهار ويختلف الهيكل المعماري للسور ففي كل منطقة بني حسب تضاريسها ودون سموه في ختام الزيارة كلمة سجل أو في سجل الزوار أعرب فيها عن سعادته بزيارة هذا المعالم التاريخي وقال سموه يسعدني في هذا اليوم أن أزور أحد المعالم أو أحد أهم المعالم التاريخية والحضارية على مستوى العالم الذي يجسد قيم العمل والتحدي وإرادة الإنسان الصلبة أن أعبر عن إعجابي وتقديري للشعب الصيني الكريم وتاريخه الحضاري العريق متمنيا لمسيرة علاقاتنا التي تستند على صداقة متنة وروابط تاريخية قديمة المزيد من الرسوخ وتطور لما فيه صالح البلدين وخير البشرية جمعة رافق سموه خلال الزيارة عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة كما والتقى سموه في مقر إقامة سموه في بكين اليوم عددا من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الصينية وتعرف سموه خلال اللقاء الذي حضره الفريق اسم الشيخ سيف بنزايدالنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واسم الشيخ حامد بنزايدالنهيان رئيس ديوان ولي عهد بوظبي تعرف على تخصصات الطلبة وأوضاعهم الأكاديمية وأحثهم على تحقيق التفوق والنجاح في مسيرتهم العلمية من أجل الإسهام والمشاركة مع بقية أخوانهم الطلبة في تعزيز مسيرة بناء دولة الإمارات وأكد سموه أهمية الدور الذي يطلع به طلبة الإمارات في الخارج كونهم سفراء لوطنهم وجسور التواصل في نقل الصورة الحضارية لبلدهم وأبناء شعبهم إلى الأمم والشعوب الأخرى وما يتحلى به شعب دولة الإمارات من تسامح وتعايش إضافة إلى إبراز مستوى التقدم والتطور الذي وصلت إليه في المجالات كافة وأعرب سموه عن سعادته واعتزازه بلقاء طلبة والتعرف إليهم والإطمئنان على أحوالهم مؤكدا أن وكل طلبة دولة الإمارات في الداخل والخارج محل اهتمام قيادة الدولة التي لن تتوانى في توفير السبل والوسائل كافة التي تساعدهم على بذل مزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أهدافهم في الحصول على المعرفة العلمية والمستويات الدراسية الرفعة إلى ذلك ونبقى في ذات الملف أكد اسمو الشيح عبدالله بن زايدال انهيان وزير الخارجي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مركزا سياسيا واقتصاديا وثقافيا هاما يجمع بين الشرق والغرب وبوابة أساسية لشرق الأوسط تنظر إلى علاقاتها مع جمهورية الصين كأحدى أهم العناصر الضرورية لتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقتنا والعالم بأسره وقال اسموه في مقال له بمناسبة زيارة صاحب اسمو الشيخ محمد بن زايدال انهيان وليعهد بوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين نشرته وكالة الأنباء الصينية شيخوى وصحيفتي الصين اليومية باللغة الإنجليزية والشعب اليومية باللغة الصينية اليوم نحن على قناعة تامة بأن الارتباط بين المستقبلين السياسي والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين سيزداد بوتيرة متسارعة وباحتفائهما بعراقة ماضيهما المشترك وبتطلعهما لمزيد من فرص التعاون في المستقبل سيكون بمغتور الدولتين إرساء دعائم متينة لعلاقات ثنائية قائمة على المصالح المشتركة وقادرة على ضمان السلام والأمن والرخائي للمنطقة يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة يوم بعد غد ثلاثاء الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي سينظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشرقة أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعة القسمية وذلك على مسرح الجامعة وتشمل فعالية الاحتفال تنظيم معرض للكتاب يضم إصدارات مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى جانب إصدارات عدد من الجهات المشاركة في الحدث إضافة إلى عرض أفضل الممارسات الطلابية لمبادرة وزارة التربية والتعليم تحدي القراءة كما ستنظم الجامعة القسمية ومن خلال عمادة شؤون الطلبة معرضا للخط العربية إضافة إلى عرضها لمجموعة من الأوحات الفنية أبدعها طلبة وطالبات الجامعة استقبل صاحب اسم الشيخ أحمد بن راشد النعيم عضو المجلس العلى حاكم عجمان في مكتبه في ديوان الأميرية بحضور اسم الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان اليوم سعادة هادي بن ناصر منصور الهاجري سافير دولة قطر الذي جاء للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهم منصبه سفيرا لبلاده لدى الدولة ورحب سموه بالسفير القطري متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعد مؤكدا أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتنسيل مهمته ومساعدته في أداء مهام عمله كما وجرى خلال اللقاص تعرض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توطيدها في شتى المجالات بما يعود بالخير على مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جانبه أثناء سعدت السفير على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة مشيدا بنغضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف الميادين الثقافية والاجتماعية والصحية والتعليمية والعمرانية وغيرها أشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن سقر القاسم عضو المجلس العالى حاكم رأس الخيمة بالتقدم وتطور الكبير الذي تشهده رياضة الجيجيتسو في دولة الإمارات بفضل الرعاية والدعم الذين تحظى بها من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدال انهيان وليعهد بضبناء بالقائد الأعلى للقوات المسلحة مع أهلها لتحقيق عدد من الميداليات الذهبية في البطولات والمنافسات على المستويين الأسيوي والعالمي جاء ذلك خلال استقبال سموه اللجنة العلية المنظمة لبطولة رأس الخيمة المفتوحة للجيجيتسو التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولعهد رأس الخيمة فيما ينظمها اتحاد الإمارات لجيجيتسو وذلك للمشاركة خمسة وتسعين لاعبا من أربعة وعشرين دولة تتصدرهم دولة الإمارات أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وليو العهد نائب حاكم الشارقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدال انهيان رئيس الدولة حافظه الله وأخوانه أصحاب السمو الشيخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وفرت للمواطن والمقيم على أرضها كافة سبل مقومات الحياة الكريمة والسعادة ما جعلها قبلة لمن أراد أن ينعم أو ينعم بل بالأمن والأمان جاء ذلك خلال مراسم توقيع رسالة الوفاء للقائد ظهر اليوم في مكتب سمو الحاكم بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة وأشاد سموه بأهداف ماراثون رسالة الوفاء للقائد الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تؤصل قيم الوفاء والولاء وخدمة الوطن ودود عنه والتضحية في سبيل إعلاء راية الوطن افتتح سمو الشيخ الزعب زايد الانهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم محطة أبوظبي للسفن السياحية الجديدة في مينازعيد وتفقد سموه خلال الافتتاح الذي نظمته موانئ أبوظبي المطور الرئيس وشركة المشاغلة للموانئ التجارية ومدينة خليفة الصناعية في الإمارة مرافق المبنى الجديد والدائم للمحطة التي تعتبر أحد المعالم السياحية البارزة على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة وتكتسب إمارة أبوظبي بحكم موقعها الجغرافي ضمن منطقة الخليج العربي نيزة مناخية تجتدب السياحة من الدول الأوروبية بسبب دفئها خلال موسم الشتاء بالإضافة إلى ما توفره من وسائل الراحة والترفيه الجديدة لزائرها تقرر ترحيل عطلة للمولد النبوي الشريف للوزرات والجهات الاتحادية في الدولة من يوم الأربعة الثاني عشر ربيع الأول لعام 1437 هجرية الموافق الثالث والعشرين ديسمبر الحالي إلى يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من الشهر نفسه على يستانف الدوام الرسمي يوم الأحد السابع والعشرين ديسمبر الجاري حيث أصدر معالح سين بن براهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميما بهذا الشأن كما وتقرر أن يكون يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري الموافق الثاني عشر ربيع الأول 1437 هجرية عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف حيث أصدر معالي صغر بن الضاش وزير العمل تعميما بشأن عطلة القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي وهنأ معاليهما حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائرين المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد تحت رعاية اسم الشيخ عبدالله بن زايد لنهيان وزير خارجية وبرئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بي رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة أعلن منتدى تعزيز السلم عن الاجتماع التأسيسي لمجلس أمنائه وذلك في اجتماع في العاصمة أبوظبي الزميل أيمان مصبع صلط الضوء على هذا الموضوع ووافعنا بالتقرير التالي أكد معالي الشيخ عبدالله بن بي أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جدوى الأعمال المنتدى وخططه وبناء لهياكله الذي يهدف إلى تفعيل دوره وما تمخضت عنه الملتقيات الدولية والدورات السابقة من توصيات ويأتي المنتدى وتحقيقا للأهداف التي قام عليها والتي عمل على وضع وتمفيذ خطط قريبة المدى تتمثل في التدخل في مناطق التوتر في المجتمعات الإسلامية والإنسانية وخطط سريعة لإصدار منتجات علمية وفكرية لتصحيح المفاهيم وتأصيل قيم السلم وأهم ما سيعلن عنه في الأمد القريب موسوعة السلم التي ستكون أول موسوعة في التاريخ الإسلامي حول موضوع السلم وكذلك عن خطط للتكوين ضمن برنامج علمي محكم ينتسب إليه الرجال والنساء إقرارا بمبدأ أهمية دور المرأة في تعزيز ثقافة السلم وأشار معالي بن بيه إلى أن الاجتماع التأسيسي للمجلس أمناء المنتدى اليوم إنما يهدف إلى تنسيق جميع الجهود لإعلان الحرب على الحرب المتطلعة إلى نتيجة السلم على السلم وإعلان عام 2016 لمكافحة التطرف والإرهاب وذلك في ظل الظروف الراهنة وتسارع الأحداث التي تحتم على علماء الأمة تنسيق جهودهم ضمن عمل مؤسسي قادر على مواجهة التطرف ومتيحا فرصة للتعاون على البقاء الذي يؤدي إلى البقاء بدلا من التنازل على البقاء الذي يؤدي إلى الفناء وفي ظل عدم فعالية الخطابة الفكرية والمنهجية التي يمكن أن تقي الشباب السقوط في أحضان الفكر المتطرف الذي تسارعت خطاه ووتيرته في استقطاب فئات واسعة من المجتمعات الإسلامية والإنسانية فإن الضرورة اليوم باتت ملحة إلى القيام بكيان مؤسسي يسارع الخطى بحسب الممكن نحو تشخيص أسباب السقوط ووصف الأدوية الوقائية من هذا الوباء أولا ثم القضاء عليه ثانيا باعتبار ذلك واجب الوقت الذي ينبغي أن يؤديه علماء المسلمين أيمن مصبح قناة الضفراء وصلت لجنة شؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهة الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016 وذلك خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الأول الفصل التشريعي السادس عشر اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بجبي برئاسة سعادة ماجد حمد رحم الشامسي رئيس لجنة وناقشت لجنة مشروع القانون بحضر ممثلي وزارة المانية الذين قدموا عرضا لمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2016 ركز على توجيه الموارد المالية الاتحادية من أجل تحقيق الهداف الاستراتيجية والبرامج للجهة الاتحادية وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية وتحقيق رسالة وزارة المالية في ضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية وبالانتقال إلى آخر المستجدات والتطورات في اليمن حيث منح الرئيس اليمني عبد ربا منصور هادي اليوم قائد قوات العمليات الخاصة السعودية بعدن العقيد الركن عبدالله بن سهيان وسامى الشجاعة ناظرا لمواقفه البطولية الشجاعة هو وجميع منتسب القوات الخاصة السعودية في ميادين الشرف والنضال جنبا إلى جنب مع أخوانهم اليمنيين والأشقاء من قوات التحالف العربي لنصرة اليمن أرضا وإنسانا وشرعية وردع الإنقلابين الحوشيين وصالح ومن يقف خلفهم وثمن هادي دور المملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مواقفها الأخوية إلى جانب بلاده في محنتها معكدا أنها ستظل عالقة في ذكرة أبناء الشعب اليمني في ذات السياق حيث أدشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة سيون في حضرموت مشروع معلم الأجيال من خلال تعاقدها مع 600 معلم ومعلمة لمدارس وادي وصحر حضرموت بتمويل من الهيئة لحل مشكلة نقص الكادر التعليمي في مدارس وادي حضرموت يمثل المشروع خطوة متقدمة ومبادرة نوعية ضمن جهود هيئة الهلال الأحمر لدعم العملية التعليمية في اليمن كما دشنت الهيئة مشروع توزيع 10 ألف حقيبة مدرسية على تنابي في محافظة المهرة انتلقت يوم الخميس الماضي فعاليات مزاينة بينون للإبل المحلية المخصصة لملاك الإبل من مواطن دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات مهرجان الضفرة في دورته التاسعة 2015 والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان وليعهد ابو ظبي نائب قائد الأعلى للقوات المسلحة الزمي الأيمن المصبح كان هناك حضر الانطلاق ليوافين بالتقرر التالي نتيجة للدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان وليعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لصون تراث الآباء والأجداد على مستوى الدولة واستكمالا لمسيرة المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه في حفظ هذا الموروث العريق والمتابعة الحتيثة من قبل سمو الشيخ حندان بن زايد النهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وتسخير كافة الإمكانات لجعل المنطقة الغربية نقطة سياحية جادبة على خارطة السياحة العالمية والعربية والخليجية حيث نظمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في العاصمة أبو ظبي مزاينة الإبل ضمن فعاليات اليوم الأول والتي تستمر من العاشر حتى الرابع عشر من ديسمبر الجاري لملاكها من مواطني دولة الإمارات وكذلك مسابقة المحالب بدأ اليوم الأول في شبوك المزاينة بعمليات التحكيم على الأشواط وهي شوط الجمل التلاد محليات وشوط الجمل مجاهيم وشوط الست محليات ومجاهيم بالإشراف من محمد بن عاطد المهيري مدير مزاينة الإبل بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج التقافية والتراثية حيث جاء خلال هذا العام ضم مزاينة بيننا إلى مهرجان الضفرة 2015 بحيث يتضمن 38 شوطا خاصا بمالكي الإبل من أبناء دولة الإمارات وتمتاز المسابقة بشموليتها لفئتي الأصائل والمجاهيم حيث تم تخصيص 20 شوطا لفئة المحليات الأصائل و18 شوطا لفئة المجاهيم وتعد كل واحدة من هذه الفئات ذات أهمية ومكانة خاصة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة على مر السنين وهي تعكس العادات والتقاليد والموروث الأصيل لأبناء المنطقة اليوم نحن بدينا أول مرة نبدأ بشواط الجمل كانت البدايات تكون بشواط الفردية لكن اليوم بدينا بشواط الجمل الآلية طويلة عمر الحلال هذا يدخل يتشبه ويتسنن ومن ثم كل قطيع يأخذ شبك لأنه يتكون من عشر مطايا كل قطيع يتكون من عشر مطايا بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة وجهوا بتخصيص شوط الصغار الملاك اللي هم أول مرة يشاركون وهذه نظرة يعني نشكرهم عليها والله يطول عمارهم وهم دايما سباقين وهذا الشوط مستحدث ويكون بكره إن شاء الله هذا ويشكل مهرجان الظفر 2015 فرصة فريدة من نوعها لأبناء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للظفر بجوائزها من خلال تقديم أفضل ما عندهم من الإبل ومزاينة الأجمل منها الأمر الذي يفسح المجال للجميع لعرض إمكانياتهم ومقتنياتهم من الإبل مهرجان الظفر 2015 ينطلق بوجود عدد من المشاركات من قبل الملاك للإبل أو ما يسمونهم بالمطايا في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فاليوم الأول تخلى له عدد من المزاينات من قبل لجنة التحكيم لعدد من المطايا الموجودة في مهرجان الظفر ومهرجان بيننا من المنطقة الغربية كان معكم مراسلكم أيمن مصبح قناة الظفر المنطقة الحورة تهيمن على الأسواق المحلية إلى آخر إغلاقات السوق المحلية لليوم لسوقي أبوظابي للأوراق المالية وسوق دبي المالي كما وإليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى في مدن دولة الإمارات لليوم أيضا ترجمة نانسي قنقر نهاية الناشرة أشكركم لحسن المتابعة ونلقاكم على خير بإذن الله أشكركم لحسن المتابعة ونلقاكم على خير بإذن الله أشكركم لحسن المتابعة المتابعة شكرا